بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا في حلقة هذا اليوم بضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاح السلام عليكم الشيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدأ هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بما وصل إلى البرنامج من أحد الأخوة وهو محمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم يسأل عن قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين يسأل بارك الله فيكم عن هذا هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا يسأل عن سند القرآن نعم وسند القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل الروح الأمين عن الله سبحانه وتعالى نعم 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 بارك الله فيكم تلقاه جبريل عن الله سبحانه وتعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته نعم أيضا يستكمل الآية يقولون طبعا بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولا يكن لهم آية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجميين العجمين العجمين فقرأه عليهم فما كانوا به مؤمنين يسأل عن مقصود الآية نعم مقصود الآية واضح في أن القرآن نزله الله بلسان أي بلغة عربي مبين نعم واضح أفصح لغات العرب لغة قريش أفصح لغات العرب نزل القرآن بها نعم قد يكون في بعض الآيات بلغة غيرهم لكن في الجملة هو بلغة قريش التي هي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الروح العمين وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فتلقته جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة وهو محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير لأن الله تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل فإنهم الله استحفظ عليها علماءهم فلم يحفظوها حق حفظها وتدرى وتطرق إليه إليها التحريف والتبديل نعم نحسن الله فقراته الأخرى يقول كيف يكون القرآن مخرج من الفتن نعم لأنه كلام الله حبل الله المتين من تمسك به وصل إلى الله سبحانه وإلى مرضاته وجناته والله تكفل بحفظه لا تطرق إليه خلل أو نقص أو تغيير نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله كيف يكون التائب كمن لا ذنب له بعد التوبة وقد كان شديد العصيان والفسوق قبل توبته وكيف يحافظ على هذه التوبة نعم التوبة وهي الرجوع إلى الله عز وجل بطاعة الله بطاعة رسوله هذه هي التوبة الرجوع فمن تاب إلى الله صارقا فإن الله يتقبل توبته ما لم تبلغ الروح الحرقوم يقبل الله جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الغرغرة في سياق الموت نعم أحسن الله إليكم أذكركم بجوال البرنامج صفر خمسة صفر واحد سبع ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة حياكم الله أثابكم الله هذا يقول بارك الله فيكم تنتابني أحيانا شكوك في العقيدة بين نعم شكوك في العقيدة وبين نفسي وهي وسوسة عليه فما هو العمل الصحيح في ذلك قل الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فإذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وارجع إلى عقيدتك ودينك نعم أثابكم الله هذا يقول ما حكم توبة من تاب من ذنب ثم رجع إلى ذلك الذنب مرات عديدة ثم تاب كذلك مرات عديدة نعم يتوب كل ما ذنب يتوب ولو رجع إلى الذنب فإنه يتوب يجدد التوبة إلى الله عز وجل باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها نعم أثابكم الله أثاب برك الله فيكم يقول هذا حفظكم الله متى يكون على المال في البنك زكاة وكم مقدار ذلك إذا بلغ النصاب إذا بلغ المال النصاب فإنه تجيب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجيب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر خمس وعشرين بالمئة نعم يقول هل خمس وعشرين بالألف خمس وعشرين بالألف ريالين ونصف بالمئة نعم يقول هل في العسل زكاة وما هو نصابه إذا كان يتحصل منه على مال فإنه يزكي هذا المال نعم يقول السائل سعيد رجل صام من رمضان ثمانية وعشرين يوما وأفطر يوما للسفر وأتى رمضان الآخر ولم يقضي الصوم ويريد أن يقضي الصيام فهل عليه إثم في هذا التأخير وهل يجب عليه إطعام مشكين يجب عليه القضاء ولو تأخر إنه يقضي ما عليه وليس عليه إلا ذلك نعم أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يقول نذرت على نفسي أن أترك المعصية ونذرت عدة مرات كلما أنذر أعود لتلك المعصية فأنذر على نفسي تركها هل علي الذنب وهل لهذا النذر كفارة نعم إذا تبت إلى الله فتب توبة نصوحا صادقة لا تعود إلى الذنب لكن لو قدر أنك غلبتك نفسك الأمر بالسوء وزين لك الشيطان فباب التوبة مفتوح توب إلى الله عز وجل كرر التوبة كلما تكرر الذنب كرر التوبة ولا تقنط من رحمة الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم يقول كيف نصحح العقيدة لبعض الناس الذين تنتابهم بعض الشكوك وبعض الوساوس في بلادنا وما هي الطرق السليمة في ذلك علموهم العقيدة الصحيحة وبينوها لهم وإذا حصل منهم شيء فعليهم أن يسأل أهل العلم يجدون الجواب إن شاء الله نعم هذا حفظكم الله من الدمام يسأل ويقول أنا عمر ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي طلاق السني مشروع والطلاق البدعي محرم محرم والطلاق البدعي إذا طلق الثلاث بلفظ واحد هذا بدعي في الحدد أو طلق المرأة وهي حائض أو نفس هذا بدعي في الزمان نعم ولكنه يقع نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله أنا أجنبي قادم إلى المملكة وأريد أن أعتمر أكثر من مرة فهل يجوز لذلك أم أكتفي بعمرتي وأطوف فقط لوالدي سواء كررت العمرة في وقت متقارب يعني بحيث يكون الرأس ينبت فيه شعر من أجل حلقه أو قصه إذا تحللت فكرر العمرة وهذا دولنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا نعم يقول بارك الله فيكم في آية الزكاة أو أهل الزكاة والعاملين عليها ما المقصود بهم والعاملين عليها كعداد وكيال والذين يشتغلون في جباية الزكاة هؤلاء هم والعاملون عليها لهم نصيب منها بمقدار عملهم نعم يقول بارك الله فيكم أنا من سكان مدينة الرياض واشتريت منزل في مكة المكرمة وأذهب إليه حسب الرغبة فهل يصح لي أتعدى الميقات وأذهب إلى بيتي في مكة وأبقى فيه يومين تقريبا ثم أحرم من التنعيم باعتبار لي بيت في مكة لا يا أخي إذا وصلت الميقات ناويا العمرة فأحرم من الميقات الذي مررت به وإن تعديته إلى مكة وبقيت في مكة ما شئت فإنك إذا أردت العمرة التي قدمت من أجلها تخرج إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه نعم يقول بارك الله فيكم هذا سائل آخر كيف يفعل من عليه أيمان لم يكفرها ونذور لم يوفي بها إن كانت الأيمان والنذور مجبها واحد فإنه يكفي كفارة واحدة أما إن كانت الأيمان والنذور متعددة فإن كل نذر وكل يمين لها كفارة مستقلة نعم يقول بارك الله فيكم هل يجوز تمني الموت وما هو التوجيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نجل به فإن كان ولابد فليقول ما ذكرت اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أحسن الله إليكم وآثابكم الله يقول بارك الله فيكم محمد من الرياض يسأل عن شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ما بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رواه البخاري نعم الحديث واضح في منع هذه الأمور وتحريم هذه الأمور والتغليط فيها فالذي يبايع السلطان يجب عليه الوفاء والسمع والطاعة وحتى لو لم يبايعه مباشرة تكفي بيعة المسلمين له وهو من المسلمين فإذا بايع بعض أو قادة المسلمين ومن بيدهم الحل والعقد يكفون عن البقية وتلزم البيعة للجميع نعم نعم بارك الله فيكم وثابكم أم إبراهيم تقول كم عدد ركعات سلاة الضحى أكثرها وأقلها أكثرها ثماني ركعات كل ركعتين بسلام وأقلها ركعتين فقط نعم سؤالها الآخر تقول ما حكم من صامة أو من صامت صيام التطوع بدون إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا ولم يوافق على صومها والصوم تطوع فلا يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها إلا بإذنه نعم هذه سائلة من الكويت تقول ما هي الطريقة الصحيحة لتثبيت حفظ القرآن الكريم حتى لا يتفلت منا تكرار القرآن الكريم تكراره عدة مرات حتى يثبت ويترسخ في الحفظ نعم نعم أبو هشام يقول ما صحة حديث من قرأ سورة تبارك في كل ليلة عصمة من عذاب القبر نعم هذه السورة تسمى بالمنجية لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر نعم أثابكم الله عندما أكون مسافر أو المسافر الوحيد في المسجد ما الأفضل في الإمامة أن أصلي بهم وأقصر وهم يكملون الصلاة أو يأم بنا أحد جماعة المسجد المقيم وأتم أنا المسافر معهم كلاهما جائز كلا العمرين جائز نعم سؤاله الآخر يقول إذا كان الرجل على جنابة ما حكم الاستغفار وذكر الأذكار وقراءة بعض الآيات من الحفظ القرآن لا يقرأه الجنوب القرآن لا يقرأه الجنوب حتى يغتسل أما بقية الأذكار كالتسبيح والتهليل والتكبير فلا بأس بذلك وهو جنوب نعم سعيد محمد من المغرب يقول أوسوس كثيرا في الصلاة والطهارة حيث أعيدها عدة مرات كيف أتخلص من هذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا كلها الوسوس من الشيطان من شر الوسوس الخناس فإذا حصل عندك وسوسها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسيذهب عنك بإذن الله نعم نعم سليمان من الجبال يقول عندي كسر في يدي وعلى هذا الكسر جبيرة وأحيانا تكون على الجنابة علي الجنابة فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة فأقوم باستعمال التيمم بعدة أيام فهل عملي صحيح لا ما هو بالمشروع التيمم المشروع المسح على الجبيرة تمسح على الجبيرة حتى يبرع ما تحتها فإذا بريئت تزيل الجبيرة وأما ما دام لم يبرع ما تحتها فإنها ولو طال الوقت لا بأس بذلك للحاجة نعم إحدى الأخوات تقول تزوجت برجل يترك الصلاة الشهر والشهرين ولا يصلي الجمعة هل يجوز الاستمرار معه في عقد الزوجية لا يجوز هذا لا يجوز هذا تقدمي إلى تقدمي إلى المحكمة الشرعية وهم ينظرون وهم ينظرون في وضعك نعم كيف يصلي المريض جالسا هل يجلس متربعا أو كهيئة التشاهد حسب الأسهل عليه المريض يجلس حسب الأسهل عليه نعم رجل دخل المسجد وهو مسافر فوجده مصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فدخل معهم ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس فهل فعله صحيح أم لا نعم فعله صحيح لكن بنية المغرب نعم ومصلون العشاء دخل معهم هو بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة يجلس فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه نعم نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا يقول حدث على أخي حادث وكان برفقته ابن العم وتوفي ابن العم ماذا يجب على أخي هذا على حسب تقرير المرور عن الحادث فإذا كان الحادث نتيجة تفريط من السائق إنه يكون عليه الدية والكفارة نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله ما هو ضابط العدل بين الزوجات ضابط العدل في 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 الطعام وفي الكسوة والمسكن يساوي بينهن في ذلك نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم والمبيت ويساوي بينهن في المبيت نعم هذا سليمان من جدة يقول هل تسقط النوافل عن المسافر نعم المسافر إلا راتبة الفجر إنه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا سعود يسأل ويقول كم مدة الرخص في السفر هل هي ثلاثة أيام أم أربعة أيام أم أكثر أم أقل كيف الرخص أي رخص الصلاة الجمع والقصر نعم ما دام مسافرا نعم فإنه يجمع ويخصر ما دام في السفر نعم نعم هذا عبد الله يقول حفظكم الله هل يجوز أن أعطي أن أعطي المستأجر الذي يستأجر شقة عندي أن أعطيه من الزكاة ويدفع من زكاته أجار لي إذا كنت تريد أنه يدفع لك الأجار من التي تعطيه فلا يجوز هذا أما إن أعطيته على أنه فقير وهو أعطاك من هذه الآجار فلا بأسه بذلك نعم عبد الله يقول عملي يبعد عن بيتي مئتين وخمسين كيلو متر وأستلم أربعة أيام وأبقى في العمل مدة أربعة أيام ثم أرجع إلى البيت وأبقى في ثلاثة أيام متى يصح يصح لي الجمع والقصر وأنت في العمل الذي خرجت من أجله أما إذا رجعت إلى البيت فإنك لا تجمع ولا تقصر هذا السائل يقول الزوجة التي لا تقوم بحقوق زوجها وهي تعرف صبري عليها بسبب الأبناء ولم أجد من أقاربها من ينصحها بماذا تنصحونها بارك الله فيكم أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بحقوق زوجها فإنها واجبة عليها نعم أبو سعد من خميس مشيط يقول لدي مبلغ مالي ولم يدور عليه الحول وبإذن الله يتم في رمضان القادم وأرى حاجة بعض القريبين لي هل يجوز لي إعطاء بعض الأبناء والبنات والزوجات من المال ومن هذا المال بسبب حاجة بعضهم له لا تحل زكاتك لأولادك ولا ولا لزوجاتك لأنه تجب عليك أن نفق عليهم وكفاية حاجتهم فلا تتقي مالك بزكاتك نعم وهل له تعجيل دفع الزكاة قبل رمضان يجوز تعجيل الزكاة إذا كان هذا لسبب فإنه يجوز لسنتين فأقل نعم سؤاله الآخر يقول ما حكم الهبة من الأب للإبن فقط دون باقي الأبناء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فلا يجوز أن يهب لبعضهم ويترك البقية بل يجب عليه العدل قال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور تقول الله واعدلوا بين أولادكم نعم يقول برك الله فيكم أثناء قراءة القرآن في البيت هل يلزم سجود التلاوة نعم يستحب يستحب إذا مر ما يلزم لكن يستحب إذا مر بآية السجدة في تلاوته أن يسجد نعم يقول برك الله فيكم إذا قرأ الإمام بعض الآيات التي فيها تمجيد لله عز وجل هل أسبح وأحمد الله سبحانه وتعالى بصوتي لا تربع صوتك في نفسك لا بس نعم أثابكم الله هذا يقول حفظكم الله هذه إحدى الأخوات تقول زوجة زوجة زوجي الثانية دائما تتكلم عند زوجي بكثير من الكلام والسب والنميمة فما حكم عملها هذا وما هي نصيحتكم لها لا يجوز هذا العمل السب والنميمة والغيبة هذه محرمات عليها أن تتقي الله وأن تترك هذه الأمور نعم أحسن الله إليكم هذا يقول بعض السنن في الحرم المكي الشريف هل هي من متممات العمرة مثل الصلاة خلف المقام وكذلك تقبيل الحجر الأسود وخاصة للنساء ركعتي الطواف هذه من متممات العمرة وأما غيرها فلا دخل لها في العمرة هذه فيها فضل الصلاة في المسجد الحرام وأنه بقيت السؤال وبالنسبة للحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود وللنساء إن تيسر تقبيله فهو مستحب وإن لم يتيسر فإنه يستلمه بيده يعني يمسحه بيده فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه ويكفي هذا عند محاذاته نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلات البرنامج مع لأشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع قريب مجيب الدعاء نلقاكم على خير في اللقاء المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته